وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أخواني وأخواتي في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج الأسئلة كثيرة بارك الله فيكم سأجيب على قدر ما يسمح به الوقت عندي الأخ أبو محمد من السعودية يقول بأنه لديه زوجة ابتلاها الله بمرض السرطان تم استصال الثدي ثم الترميم والتجميل وذكر قصة يعني يقول استمر العلاج سنتين يقول بعد ذلك احتجت أنني أتزوج يقول تزوجت وبعد ستة أشهر اكتشفت المرأة يقول فغضبت وأخذت الأولاد وذهبت بهم يقول أنا لفترة الآن ما رأيت أولاد يقول تركت بيتي من ستة أشهر وأكثر واشترت بيت آخر وسكنت لوحدها مع الأولاد يقول ما هي النصيحة أبو محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة للإنسان يجوز له أن يتزوج لأن الله تعالى أباح له التعدد قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع الأمر الثاني إذا كان الإنسان غير قادرا على العدل بين الزوجات فالأصل أنه لا يتزوج لأن الله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم الأمر الآخر مدام أن الزوج محتاج إلى الزواج وربما يكون قد أخفى هذا عن زوجته احتراما لها وتقديرا لمشاعرها وأيضا تقديرا للظرف الصحي الذي تعيش فيه فقد أحسن يعني هو على أن لا يستمر إخفاء هذا الأمر على الدوام وأما قضية أن المرأة تأخذ الأولاد وتذهب بهم طبعا هذا ليس من حقها وأنا أقدر شعور المرأة أو شيء طبيعي أن المرأة تغضب وتزعل هذا شيء طبيعي ركبه الله عز وجل في هذا الجنس من الناس والمقصود بأنه ليس لها الحق أن تظلم هي الآن تطالب زوجها بالعدل أن يعدل أن يوفر لها النفقة والسكنة وأيضا أن يقسم بينها وبين ضرتها مثلا ولا يجوز لها بحال أن تحرم أولادها من زوجها وهذا الفعل في واقع الآمر محرم ولا يجوز لأن هذا ظلم هذا نوع من أنواع الظلم فحجب الأولاد عن والدهم كونه تزوج على أمهم طبعا فعل المرأة لا شك بأنه خطأ ولا يجوز لها وأنا أذكر هذه المرأة أو كل امرأة تمارس هذا اللون من التعامل مع زوجها الذي يتزوج عليها بخلط الأوراق أنها ستندم ندم شديد أولا كونه ارتكبت أمر محرم والله عز وجل ما يرضى الظلم قل جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد يقول جل وعلا في الحديث القدس يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم الأمر الثاني هذا قطيعة رحم والعياذ بالله كيف تقطعين الأولاد عن والدهم قطيعة رحم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع وللأسف يوجد بعض النساء التي طيبات وخيرات وديناتها لكن في هذه المسألة لا والعياذ بالله كيف هذا كيف تؤمنين ببعض وتكفرين ببعض الذي شرع هذا هو الذي شرع هذا وأوجب هذا يعني قطيعة الرحم بمثل هذه الصورة هذا من أبشع الأمور ومن أفضعها وذلك على المرأة أن تتقلها وأن تخاف الله وأن لا تخلط الأوراق وأن لا تجعل الأوراق ورقة ضغط حتى زوجها يطلق الحرمة الثانية ما يجوز حرام وظلم يعني ما ذنب المرأة الثانية إذا ضغطت على زوجك أن يطلقها هي بنت حلال وابنت أوادم ومن بيت محترم وطرق الباب وتزوجها ما أخذها من الشارع الأمر الآخر ما يتعلق بالعقوبة صدقيني يا أخت الفاضل لو كل امرأة تمارس هذا النوع أن هؤلاء الأولاد سينقلبون عليها في يوم الأيام إذا كبروا وسيعلمون بأن والدتهم ظلمتهم وأنها أبعدتهم عن والدهم حتى جفت مشاعرهم ويبست مشاعرهم تجاه والدهم فينتقمون يعني يحقدون على والدتهم لأنه يكتشفون بعدما يكبرون يدرسون تعلمون ويعرفون بأن هذا حق مشروع له كيف أمهم لعبت هذا الأمر بشكل فضيع وخطير وأثرت عليهم ولذلك كل امرأة إذا صار مشكلة بينك وبين زوجك ابعد الأولاد لا تخلي أن الأولاد تحرقينهم في مثل مشكلتك مع زوجك وكذلك الآباء يتقون الله عز وجل بعض الآباء أيضا ظلمه يعني يظلم زوجته يبعد عيالها عنها ويحاول أنه يضغط عليها ويحاول أنه يمارس عليها سحق وقهر بهؤلاء الأولاد هؤلاء براء كيف تظلمونهم بمثل هذه الصورة فأتق الله ياخد الفاضلة واحتسب الأجر وما تدرين الخير وين كثير من النساء يعني ما حصلت حقها إلا بعد ما تزوج زوجها عليها كثير من النساء تعتقد بأنها ستكون في أمان بإذن الله أكثر لما زوجها مثلا عدد وفي من الرجال ما يصلح لها التعدد أنت الآن أمام أمر واقع حاول أن تتعايش معه بعيد عن تعدي حدود الله وانتهاك محارم الله أسأل الله تعالى أن نجمع بينكم على خير أخت الفاضل اسمحي لأولادك شوفوا والدهم ارجعي إلى بيتك بشكل طبيعي مارسي حياتك بشكل طبيعي تحملي واصبري وهذا ابتلاء أنا أقول نعم هذا ابتلاء بالنسبة لك والمؤمن مبتلوى تحملي أم عدي من السعودية تقول عندي طفل عمره سنتين ونصف الظروف المادية حالت دون النعم العقيقة ما هي شروط العقيقة من حيث العمر والوزن هل إذا كان عمرها ستة أشهر لكن وزنها صغير يجوز هل أذبح الآن وأجل الذبيحة الثانية أختي أم عدي بارك الله فيك بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده والمخاطب بها الأب وليس الأم لكن لو أحبت الأم أن تعقعا ولدها جاز ذلك ولله الحمد والمن وأفضل أوقات العقيقة يوم سبعة أو 14 أو 21 وتبقى العقيقة بعد ذلك منهم من يجعلها إلى البلوغ ومنهم من يقولها تبقى الدهر كله ما دام أن الإنسان على قيد الحياة فهي معه الأمر الآخر ما يتعلق بالذكر يذبح عنه بشاتين والأنثى بشات واحدة بالنسبة للشروط مثل شروط الأضحية من حيث السن المعتبر يعني إذا ذبحت خروف مثلا ستة أشهر فأكثر قضية الوزن ما له عبرة ما له عبرة فيه ولا يؤثر سواء كان كثيرا أو قليلا أهم شيء السن المعتبر وأن تكون خالية من العيوب التي لا تجزئ في الأضحية وبالنسبة لكم تقسمونها أو تدعو الأقارب والأرحام وممكن تذبحين واحدة وتأجلين الثانية إلى وقت آخر أم محمد من الإمارات تقول ما حكم تنكيس قراءة القرآن في الصلاة أختي أم محمد ما في بأس ولله الحمد تقولين أنت حسب ما ذكرت في سؤالك ما تحفظين إلا سور قصيرة يجوز أنك تقرأين السورة من آخر القرآن وترجعين إلى السورة التي قبلها ما في بأس وصلاتك صحيحة ولله الحمد لكن الأفضل والأكمل أنك ترتبين وإذا ما استطعت تقول أنا ما أحفظ ما في بأس والحمد لله رب العالمين أمت الله من فرنسا تقول أنا خنت أمانة شخص دون أن يعلم بذلك وندمت ندما شديدا هل يعلم بذلك عند رد المظالم يوم القيامة أم يسترني الله أمت الله لا شك بأن الخيانة من أقبح الصفات ومن أشنعها وأفضعها ولذلك الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وَلَا تُجَادلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا وربنا جل وعلا أمرنا بأداء الأمانات بأداء الأمانات أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وأيضا الأمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وحملها الإنسان لأنه ظلوم جهول إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهول ولذلك الخيانة فضيعة وشنيعة ولا يجوز للإنسان أن يقابل الخيانة بالخيانة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أدِّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانه عموما واضح عليك التوبة والندم أكثر من الاستغفار واسأل الله عز وجل الستر أمانة اللي خنتيها مما يرد رديها بارك الله فيك إذا كانت عين أو مال أو شيء إذا كانت أمر معنوي استغفر الله فإن الله جل وعلا غفور ورحيم وهذا الذي أخطأت في حقه أكثري له من الدعاء وتصدقي عنه فإن سبب من أسباب الستر يوم القيامة أمت الله من العراق تقول أنا أم لبنت مطلقة ولديها وظيفة ذات راتب بسيط لا يكفي لسد الاحتياجات أولادها ثلاثة صغار في المدارس هل يجوز أن أعطيها من أموال الزكاة سواء مني أو من غيري؟ أمت الله نعم إذا كانت ابنتك بارك الله فيك يعني فعلا تحتاج الراتب البسيط ما يكفيها إلى آخر الشهر يجوز أن تعطيها لسداد رسوم الدراسة لسداد رسوم الدراسة ويجوز لك أن تأخذ زكاة من غيرك وتعطينا ابنتك وأولادها شعيب أبو فاطمة الزهراء من إيطاليا يقول قمت برفع دعوة قضائية ضد الصحافة الإيطالية بسبب أنها كتبت علي مقال بتهمة الإرهاب وبحمد الله كان الحكم لصالحي بتعويضي بمبلغ أخذت المبلغ لكن الآن المدعي المدعي عليه قام بالاستئناف لكي يرجع المبلغ سيكون الحكم في عشر أكتوبر والحول سيكون في عيد الأضحى هل أزكي هذا المبلغ؟ شعيب بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لهذا المبلغ ما دام أن هناك استئناف من الشخص الذي قمت بالادعاء عليه وكسبت القضية واحتمال بأنه يأخذ المبلغ إذن هذا المال غير مستقر من حيث الملك فاحتمال أنه يرجع لصاحبي على حسب الحكم الذي سيصدر ولذلك لا تزكيه حتى تنتهي من الحكم النهائي بارك الله فيك فما تزكي حتى تنتهي من الحكم النهائي إذا انتهيت من الحكم النهائي ومضع عليه الحول أخر الزكاة أما إذا رجع لصاحبه فليس عليك فيه الزكاة أبو سند السنيدي من أمريكا يقول أنا أسكن جوار المسجد في هذه الأيام كما تعلمون المساجد مقفلة بسبب مرض كورونا رأيت بعض الأشخاص يصرون على الصلوات الخمس في الشارع علما أنكم تحدثتم أن الصلاة في البيت مع الأهل تعدل الصلاة في المسجد فلا أدري لهم دليل أم ماذا أبو سند السنيدي بارك الله فيك لا شك بأن الإنسان ينبغي له أن يلتزم بالإرشادات الصحية والتوجيهات الطبية وهذا المرض فتاك وخطير ولا ينبغي للإنسان أن يغامر ولا أن يتهور في مثل هذه الحالات وقد يقوم الإنسان بارتكاف فعل معين يحمل وزره ووزر غيره فقد يرون الناس مثلا يقول هذا قدوة هذا إمام هذا إنسان كذا وربما يصابون بالفيروس ويكون هو الذي تسبب بهذا نسأل الله العافية والسلامة ولذلك الآن في دولنا الإسلامية ولله الحمد ومساجدنا ولله الحمد كثيرة أفتل علماء بأنه ما تصلي في المساجد حتى يأذن ولاة الأمر الذين هم أدرى بالواقع عندهم من التقارير والتي تقدم لهم على انحصار الفيروس أو عدم انحصاره هل الآن الوقت مناسب أو غير مناسب نرجع فيها إلى ولاة الأمر ولذلك يعني بالنسبة لهؤلاء الإخوة نبهوهم وذكروهم وخوفوهم بالله ما في داعي إلى مثل هذا الاستعراض ومثل هذه الممارسات ما في داعي صلوا في بيوتكم والحمد لله تحصلون الجماعة مع الأهل تحافظون على صحتكم أيضا تكون قدوة للناس لأن المسلم ليس فوضوي المسلم ما يمكن أن يكون فوضويا إلا إذا ابتعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام المسلم يلتزم النظام يلتزم الأدب يلتزم الإرشادات ليست المسألة فوضوية عمر بن الخطاب لما أراد أن يذهب إلى الشام وقالوا له في طاعون عمواس نصحه بعض الصحابة قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حصل الطاعون في بلد فلا تدخل إليه وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه فالتزم رضي الله عنه التزم قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا النظام ما قال والله أنا الحمد لله متوكل على الله ولا يهمني عمر العملاق هذا من عمالقة الإيمان ثاني الخلفاء الراشدين وثاني المبشرين بالجنة هذا الذي ملئ إيمانا وعلما قال والله أنا ما همني لا قدوة لذلك ينبغي على الناس أن يكونوا قدوات وأن يلتزموا الإسلام بعيدا عن مثل هذه الأشياء يعني لأسف الشديد بعض الناس الآن يطوع أشياء لخلفيات فكرية وثقافية ويتلعب بعواطف الناس اتقوا الله في دينكم وفي صلاتكم وفي إيمانكم وليعلم كل إنسان أنه سيحاسب يوم القيام لما تصدر الفتوى حيجوز إنسان يقول والله هذا يجهل هؤلاء العلماء الجهاب بذل اللي بلغوا رتبة من الاجتهاد بلغوا مبلغ كبير من الاجتهاد رتبة عالية يلتزم هؤلاء والعلماء هم ورثت الأنبياء فأخ الفاضل أنت التزم وانصح إن استجابوا استجابوا ما استجابوا ما عليك من حسابهم من شيء صالح من الإمارات يقول أنا كنت في التشهد أقول بدل والصلوات أقول كنت أقول والصلاة هل صلاتي صحيحة وإن كان الغيط صحيحة ماذا أفعل عموما يا صالح يعني ما سبق سبق بارك الله فيك لكن تلتزم الآن ويجب عليك أن تعيد تعلم أحكام الصلاة عموما ما دام يعني اكتشفت خطأ عندك في التشهد ولذلك تجتهد وأن تتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتمني أصلي وكذلك يعني تقرأ في الكتب أو تنظر إلى حتى هناك صفة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بشكل مصور يعني مصور ممكن أنك تتابع وتسمع الدروس وتسمع كذا ما دام أنك اكتشفت أخشى أنك تكتشف شيء آخر فانتبه لنفسك بارك الله ما مضى مضى لكن التزم هذا من الآن فصاعد سليمان من سويسرة يقول يخرج يعني مني مني كثير ومذي ولا أصلي على وضوء واحد غالبا أشعر أحيانا عندما أكون في الصلاة أني أمذيت شيء من هذا القبيل يا سليمان بارك الله فيك رضي الله عنه أولا عندنا مذي ومذي وودي المني هو الذي منه الولد وهذا إذا خرج دفقا بلذة وجب فيه الغسل وهذا أنت لا تعنيه وأنا مهم جدا أنني يفصل لماذا لأن للأسف كثير من الناس يغتسل في شيء يخرج منه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء وفي ناس للأسف الشديد يتوضعون من شيء يوجب الغسل ولذلك هذه رسالة لك ولكل من يشاهدني خاصة جنس الشباب بالنسبة للمني هو الذي منه الولد الذي يخلق منه الولد الله عز وجل يعني جعله سبب هذا إذا خرج دفقا بلذة دفقا بلذة وجب فيه الغسل سواء باحتلام أو بجماع أو باستمناء محرم كل هذا يوجب الغسل المذي هذا سائل أبيض رقيق لزج يخرج عقيب تفكر أو مثلا مقدمات الجماع هذا يسمى مذي هذا نجس فيه الوضوء فقط يغسل المحل ولا يغتسل الإنسان منه وهناك الودي وهو سائل أصفر رقيق أيضا يخرج عقيب بول يخرج عقيب خوف أو برد شديد مثلا أو موقف معين مثلا يخرج من الإنسان هذا أيضا حكم حكم البول يغسل المحل ويتوضى الإنسان أحيانا تقول والله أشك ما أشك لا تلتبت إلى الشك لأن الشك مطروح واليقين هو الأقوى فاستمر في صلاتك وهناك نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي يعاني مثل هذا خاصة عندما يتبول يرش على فرجه ما ثم يقوم فاطمة من كندا تقول هل يجوز للزوج إخفاء ممتلكاته التي يشاركها مع إخوته عن زوجته الجواب نعم ليس للزوجة الحق أن تجبر زوجها أن يطلعها على كل ممتلكاته ليس لها الحق في ذلك بل قد يكون من الواجب على الزوج إخفاء ممتلكاته وأمواله عن الزوج إذا كانت الزوجة مبذرة مثلا أو امرأة تطمع في الزوج مثلا قد يجب عليها أحيانا لكن الأصل أنه ما يجب عليها أصلا يعني ذمة الزوج ذمة مستقلة ذمتها المالية مستقلة ليس للمرأة الحق كذلك المرأة إذا كان عند المرأة مثلا مال ورثة مال ولا عندها تجارة لا يجب علي الزوج أن يقول لها كم من اللي عندك مثلا إلا على إذا كان هناك تصرفات مثلا فيها تبذير أو فيها سفه مثلا ممكن للزوج أن يتدخل لأن وردت عندنا نصوص في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك اخت الفاضلة يعني ليس للمرأة الحق أنها تطلب من زوجها أن يخبرها عن كل ممتلكاته وعن مشاركاته لا وإنما ممكن تنصحوا يا فلان يا أبا فلان اكتب هذا قيد هذا لأن الله تعالى أمر بالكتابة يعني حفظا لأموالك وحفظا لأموال أولادك هذا أموال أولادك ممكن لكن تلزمه لا محمد عواد من الإمارات محمد بارك الله فيك رسالتك طويلة وأنا فهمتها أخوي الفاضل بارك الله فيك الحمد لله الذي منع عليك بالتوبة الحمد لله الذي منع عليك بهذه الصحوة صحوة القلب من الفعل الذي كنت ترتكبه فهذه نعمة من نعمة اشكر الله عز وجل الواجب عليك كثرة حمد الله وشكره المواظبة على الفرائض الابتعاد عن المحرمات والابتعاد يا أخي الفاضل لا يكفي فقط أنك تبتعد هكذا وتبذل السبل لا الإنسان الذي فعلا نجاه الله من الفعل المحرم يقطع كل طريق يوصلك إلى هذا الفعل المحرم مساءل أنك والله تريد العمل في خدمة المساجد تتقدم إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص بالرقابة على المساجد وتتوظف كلهم والله أنا أريد وظيفة لأنه ما يسمحون لك أنك تجي من عندك تقول والله أنا أريد أن نظف المساجد لا هناك نظام قانون هناك شركات هناك أفراد هناك مؤذن هناك إمام هناك خادم أنت حاب تقول والله أنا أريد أن أفرغ نفسي لخدمة المسجد لا بد أن تأخذ وظيفة وتدخل ضمن هذا الطاقم الذي يقوم على خدمة المسجد وأسأل الله تعالى لك الثبات طاهر من فرنسا يقول في شرح لكم على بلوغ المرام ذكرتم مسألة الوعد بالشراء هل يجوز للمشتري أن يوقع هذا الوعد بالشراء إذا لم يكن لدى الباع البضاعة طاهر بارك الله فيك وشكر الله لك على حرصك على متابعة الدروس العلمية وهنيئا لك هذا بارك الله فيك أخي الفاضل لا بالنسبة للوعد غير ملزم ولذلك الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا من شخص ووعده بأنه سيوفر هذا له لا يكون بيعا فإذا وقع معه على بيع أصبح الآن باع مال يملك هذا وأنت اشتريث مال يملك الباع ومن شروط صحة البيع أن يكون الباع يملك السلعة ملك تام وضابط الملك التام أن هذه السلعة لو مثلا حصل لها ضرر ضمنها الباع قبل قبضك لها ولذلك لا يجوز أن توقع عقد والباع وعدك بتوفير السلعة هذا يسمى وعد حتى لو جاب السلعة لا يلزم منك أن تشتريها إلا إذا أنت رغبت ولو أنك تركتها قلت والله الآن أنا غيرت رأيي لا يجوز له أن يلزمك بهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك أم فيصل من السعودية تقول إذا كنت بضحي عن أمي وأبوي المتوفين ماذا يلزمني أن أفعل من قص الشعر أم فيصل بارك الله فيك تعرفين بأن الأضحية الأصل أنها للأحياء انتبهوا لهذا يعني أول شيء الضحون عن الأحياء وبعدين إذا حبيت الضحين عن الأموات أبوك أمك رحمة الله عليهم ما في بأس ولله الحمد والمضحي إذا دخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أضفاره ولا من بشرته شيء حتى يذبح الأضحية فإذا ذبح الأضحية أخذ من شعره وأضفاره وبشرته سواء هو الذي باشر الذبح أو وكل مثلك أنت الآن توكلين واحد يذبح أنك أنت اللي ما تأخذين ما هو اللي يذبح أنت صاحبة الأضحية اللي ما تأخذين من الشعر والأضفار والبشر شيء أم روان تقول لي إذا جاء مع الرجل امرأته بعد انتهاء الدورة قبل الإغتسال ما الحكم أختي أم روان بارك الله فيك لا يجوز لي الرجل أن يجامع زوجته قبل أن تغتسل في قول جماهير أهل العلم وذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني من الحيل فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله ولذلك على الزوج والزوجة أن يستغفر الله وأن يتوبى إليه وأن يجتنب مثل هذا الفعل مستقبلا أما الكفارة فمن أهل العلم من ذهب إلى إلى أن فيه كفارة ومنهم من ذهب إلى أن الكفارة إذا أتاها ويحائض أما إذا أتاها وقد طهرت قبل الاقتسال فيكفيها الاستغفار تستغفرون الله وتتوبون إليه لو تصدقتم بشيء طيب بارك الله فيك أبو خليل من عمان يقول أسمع كثير من الناس عندما يتكلم يقول أعوذ بالله من كلمة أنا ما الحكم أبو خليل بارك الله فيك فعلا أنا بعد أسمع مثل ما تسمع عند كثير من الناس إذا كلما تكلم قال أنا أعوذ بالله من كلمة أنا وهذا حقيقة فيه غلو فيه مبالغة فالأنا هذا إذا كان الإنسان يمدح نفسه ويثني على نفسه ويزكي نفسه مثلا فيقول مثلا أعوذ بالله من كلمة أنا حتى يزكي نفسه التزكية الشرعية أما والله كلما تكلم بعض الناس الآن صار على لسانها أعوذ بالله من كلمة أنا يعني واحد يسأل قال من الذي سوى الشغل الفلانية قال أنا أعوذ بالله من كلمة أنا هذا معقول مهم معقول هذا وحينما يتكلم والله يقول أنا رحت البارع أعوذ بالله من كلمة أنا كيف تقول أعوذ بالله من كلمة أنا أنت الآن قاعدة تعرفت تقول والله أنا رحت البارع وفعلت هذا الشي أما إذا كان على سبيل تزكية النفس والابتعاد عن مثلا المدح للذات والنفس ممكن يعني الإنسان في لحظة أحيانا يقول والله أنا قمت بالفعل الفلاني ويقول أعوذ بالله من كلمة أنا أنا لا أقصد يعني مرة أما كل شيء يقول أعوذ بالله من كلمة أنا لهذا غلط أيمن أبو إبراهيم من اسطنبول يقول نحن يدخل علينا وقت الفجر ثلاثة ونص لكن يأخر الأذان ساعة وأنا أصلي بعد دخول الوقت حوالي بنصف الساعة قبل الأذان هل عملي صحيح؟ أخي الفاضل نعم ما دام أنك متأكد من دخول الفجر وأنه على الثالثة والنصف فتصلي بعد نصف الساعة نعم هذا الوقت وقت شرعي للصلاة لكن أهم شيء تمتنعون عن الأكل والشرب لأن التأخير هذا مضر جدا للصائم مضر جدا للصائم فإذا كان يؤخرون الأذان إلى الإسفار لا شك بأن هذا إحراج للصائمين فقد يأكلون في مثل هذا الوقت وقد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمو مما يخص صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة أم عبد العزيز من الإمارات تقول نحن ست إخوة وأشقة وثلاث صبيان وثلاث بنات الوالدة يرحمها الله في وصيتها حارم واحد من إخواني من ميراثها تقول الله يرحمها عندها أملاك لكن هذا كان ما يسمع كلامها ولا كلام الوالد وتزوج بدون ما يعرفون يعني شيء من هذا القبيل ذكرت كلام طويل تسأل تقول بالنسبة للوصية هذه هل هي نافذة أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك لا هذه الوصية باطلة والمحكمة لا تعمل بها لأنه ما فيه مانع من الموانع الشرعية التي جاءت في النصوص الشرعية ولذلك يمنع المرء من الميراثي ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين الرق العبودية طبعا والقتل إذا حصل قتل عمد وبعض العلم يقول حتى لو كان قتل خطأ واختلاف الدين يعني بين الوارث والموارث فأما قضية العقوق وما العقوق لا إلا مثلا أن ينظر القاضي في مثل هذا الأمر تعرض عليه القضية ويرى بأن هذا الولد بلغ من الإجرام وبلغ من العقوق الشيء الذي لا يستحق فيه هذا القاضي ممكن يعاقبها القاضي أما الأصل لا فهذه الوصية ما تنفذ يا أختهم عبد العزيز وبعدين يا أم عبد العزيز ما تدرون أيهم أقرب للميت نفعا يمكن هذا الولد يصحى ضميرة في يوم الأيام ولما يجيه الرزق من حصة الورث التاركة من الوالدة يكثر لها من الدعاء ويندم على أنه أخطأ وعقها وأخطأ في حقها يعني ما تدري يمكن أن يصير أكثر عيالها الدعاء لها وأكثر عيالها صدق لها ما تدري ولذلك هذا حق له بعيد عن الممارسات التي كان يسويها محمد أمين من الجزائر يقول أعاني كثيرا من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي النظر للمحرمات والمغريات وضياع الأوقات يريد نصيحة يا محمد بارك الله فيك يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة أنت الآن تعترف بهذا يعني ماذا تريد أن أقول لك أنت الآن تقول هذه مقاطع وأشياء محرمة وصور محرمة المسلم يجب عليه أن يكف نظره وأن لا يسترسل مع هذه الأشياء المحرمة يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم يقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال فالعينان تزنيان وزنهم النظر والأذنان تزنيان وزناهم الاستماع وإلى آخر الحديث فالعين تزني والعياذ بالله وزناها النظر إلى الحرام وليس إلى الحلال النظر إلى الحرام ومن جملة الحرام النظر إلى هذه المواقع الإباحية والمقاطع المحرمة اللي فيها مناظر فاضحة والعياذ بالله فكيف يرضى المسلم لها والله عز وجل يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان فإذا كان الإنسان استطاع أن يختفي عن أعين الناس لابد أن يعتقد أنه لا يمكن أن يختفي عن عين رب الناس إله الناس بلك الناس سبحانه وتعالى فالله عز وجل يراك يرى مكانك ويعلم حالك ويعلم سرك ونجواك فاتق الله ترضاه لأحد أولادك ومحارمك وشيء ما ترضاه ما ترضاه ترضى أن تشاهد هذا أمام الناس لماذا جعلت الله أصغر الناظرين في عينيك أنت الآن هذه الأفلام الإباحية والمقاطع المحرمة ما ترضى أنك تشاهدها وهناك من يشاهدك تخجل وتستحي طيب لماذا جعلت الله أصغر الناظرين في عينيك أما تخاف الله عز وجل ولذلك أخي الفاضل بارك الله انتهي أنت ما تحتاج إلى والله انتهي خلاص اقطع هذا الطريق واقطع هذا السبيل وانتهي ومتع نظرك بالقرآن وبالسنة وبالمناظر الجميلة وبالأشياء المباحة وتزوج إن كنت غير متزوج حتى تحصن فرجك النبي عليه الصلاة وسيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوب فإنه له وجع مريم من فرنسا تقول والدتي تسأل إذا كان بإمكاني أخذ المال من ابنها ليعطاء صدقة لأختها دون علم زوجها لأنها تحتاج إلى المال لأنه إذا كان زوجه يكتشف أنه لن يسمح لها بإعطائها له ما حكم ذلك مريم بارك الله فيك أخبر الوالدة بأن هذا جائز أهم شيء أن يرضى الأخ أن يكون الأخ على علم تأخذ منه وتعطيها ابنتها إذا كانت محتاجة إذا كانت محتاجة وليس لزوجها إليها سبيل ما دام أنها أتتها بطريق مشروع خاصة من والدتها ومن أخيها فليس عليها شيء ولله الحمد والمن الأخ محمد صالح من رأس الخيمة يقول هل يجوز رمي السجادة في الزبالة بعد الصلاة عليها في مثل هذه الأوقات يعني يقصد أوقات كورونا الجواب نعم الآن طبعا هناك إرشادات طبية وتوجيهات صحية فيما يتعلق بالصلاة في المساجد أن الواحد يصطحب معه سجادة سجادة خاصة يصلي عليها مرة واحدة ثم يرميها ما في بأس ولله الحمد والمنة لأن هذا مما فيه حفاظ على أرواح الناس هاجر من أسبانيا تقول هل القول إنا لله وإنا إليه راجعون إذا كان الميت كافرا جائزة يا هاجر بارك الله فيك إنا لله وإنا إليه راجعون هذه تقال عند المصيبة بارك الله فيك عفوا نعم تقال عند المصيبة لأن الله تعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون فتقال عند المصيبة لما يبتل الإنسان بمصيبة لكن لو قلتها من باب تعظيم الله عز وجل من باب بيان حال الدنيا ما في بأس في مثل هذه الحالة يا هاجر أم أنس من مصر تقول عندي ولد توفي في اليوم السابع من ولادته قبيل الظهر هل له عقيقة يا أم أنس أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يجعل هذا الولد شفيعا لك يوم القيامة الجواب نعم وهي سنة مؤكدة تعقون عنه وأيضا تسمونه بارك الله فيكم تطلقون عليه اسم يا أم أنس تسمونه وأيضا تعقون عنه وليس العقيقة واجبة لكنها سنة مؤكدة كما ذكرت لك أمت الله من الشارق تقول إذا كان وحدة حملت بطريقة غير شرعية وأجهضة الجنين بعدما أتم الشهر الخامس هل عليها كفارة وتوبة وشيء من هذا القبيل أمت الله بارك الله فيك لا شك بأن يعني الزنا والعياذ بالله عاقبته مثل هذه الأحوال ولذلك الله عز وجل قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ساء سبيلا فنهايات الزنا دائما والعياذ بالله مدمرة ونهايات فضيعة وشنيعة هذه المرأة التي والعياذ بالله يعني مارست الزنا وحملت لا شك بأن هذه والعياذ بالله جمعت عقوبة على عقوبة فهي زانية والعياذ بالله أيضا قاتلة فهي قتلت نفسا معصومة فخمسة أشهر قد رفخ في الروح فاضر كيف تسلسل للجريمة نسأل الله العافية والسلام لأن الجريمة تدور في حلقة الزنا والعياذ بالله ثم حمل بالحرام سفاح ثم قتل قتلت نفس نسأل الله العافية والسلام ولذلك اخت الفاضلة الواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله توبة نصوحة والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين مهما بلغ الذنوب العبد إذا تاب إلى الله توبة نصوحة تاب الله عز وجل عليه ولذلك تقول لها تتوب إلى الله بالإقلاع على هذا الذنب ما تمارس الزنا أبدا وبالندم على فعله تندم ندم شديد لأن الندم توبة وبالعزم الأكيد على عدم العود إليه ما تسرك الطرق اللي توصلها إلى الحرام ما تشاهد ولا تسمع ولا تسعى ولا تخالط خالط وناس يودونها إلى هذا المرتع والمستنقع الآسن من مستنقعات الذنوب والآثام وإذا علم الله صدق توبتها يسر الله عز وجل لها يعني الأسباب التي تثبتها على التوبة وعليها صيام شهرين متتابعين لأنه ما عندنا عتق رقاب وكذلك الدية طبعا الدية الآن هذا من سفاح والعياذ بالله هذا من سفاح الدية طبعا ربع عشر أمه هذا إذا كان الإجهاض بشكل طبيعي لكن هذا من سفاح عموما أهم شيء تستغفر وتتوب وتحاول أن تعيش أجواء صحية إيمانية تخالط الطيبات أيضا تسارع بالزواج إذا تقدم لها من ترضى دينه وخلقه وتستر على نفسها والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ولا تفضح نفسها وإنما تستر نفسها تستغفر الله كثيرا من هذه الخطيئة التي ارتكبتها وهذه النفس التي قتلتها وإذا علم الله صدق توبتها أرجع وأكد بأن الله عز وجل سيعينها ويثبتها بإذن الله جل وعلا أبو سفيان من ليبيا يقول ما حكم بيع وشراء القطط وإذا كان حراما هل يجوز استبدال القطط مثلا بطعامهم بدلا أن يأخذ المال مثلا مقابل قطة أطلب طعام القطط لأطعم باقي القطط أبو سفيان بارك الله فيك بالنسبة لبيع القطط والتجارة فيها محل خلاف بين العلماء جمهور الفقهة على جواز بيع وشراء القطط والقول الثاني أنه لا يجوز والقول الثاني هو الراجح لماذا للنص ورد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنور والسنور هو القط السنور هو القط ولذلك لا يجوز التجارة في الراجح من قول أهل العلم في القطط لا يجوز التجارة في القطط وما ذكرته أيضا من مسألة المبادلة هذا بيع أصرا يعني البيع يا سفيان أبو سفيان عفوا البيع ليس فقط بالنقود البيع مبادلة مال بمال أنت بادلت القطة بمال المال هذا الطعام صار أصبح الطعام بارك الله فيك فلا يجوز يا أخي الفاضل نجود من السعودية تقول يعني أنا في رمضان ذهبت في السيارة ودخت من الشمس وقت ووقت نزلت من السيارة سدحت على السرير استفرغت شيء من هذا القبيل ثم ذكرت بأن الدورتها الشهرية كانت تقول متوضعة قبل المغرب وأفطرت ورحت صليت على الوضوء الذي قبل المغرب وبعد ما صليت بعشر دقائق وجدت الدورة نزلت ما حكم صيامي نجود بارك الله فيك بالنسبة لصومك صحيح أولا فيما يتعلق بالاستفراغ أنت ما تعمدت ذلك بسبب ضربة الشمس استفرغتي ما عليك شيء أما إذا تعمدت أدخلت أصبعك أو تعمدت أنك تستفرغين لا تقضين هذا اليوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذرعه القيء فلا يقضي أو فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي استقاء يعني طلب تعمد وأما قضية الدورة الشهرية واضح بأن الدورة نزلت عليك بعد المغرب فدل هذا على أن صومك صحيح ولله الحمد والمن أبو محمد من أبو ظبي يقول قبل في أحد أيام رمضان قبل المغرب بدقيقتين الولد سمع الأذان وأتاني وقال أبو أذن وأنا سمعت الأذان لكن بصوت خافت يقول أفطرنا وبعد ما وضعنا التمر في أفوانا بدقيقتين أذن المغرب في المنطقة التي نحن فيها وتبين لنا أن أحد هواتف الخدم هو الذي أذن سؤالي هل نعيد أم لا أبو محمد الله يرضى عليك وبارك فيك لا تعيدوا لأن في الغالب أن الأذان أذان المغرب يؤخر يعني تقريبا بحدود دقيقتين أو دقيقة ونصف شيء من هذا القبيل فالذي يظهر إذا كان بهذه الفترة الزمنية ما تقضونه الحمد لله خاصة أنه حصل خطأ حصل خطأا وزد على ذلك ما ذكرت لك من كونه يعني يؤخر دقيقتين أماني من اليمن تقول أختي السنة الماضية في رمضان أخذت حبوب عشان تسوم رمضان كامل هل صومها صحيح أو عليها القضاء لأن يقول سمعنا بأن بعض الناس يقول لازم تقضي أماني بارك الله فيك بالنسبة للمرأة إذا تناولت حبوب رفع الدورة الشهرية لأجل أن تصوم في رمضان وفعلا صامت رمضان ولم تنزل عليها الدورة الشهرية مطلقا فصومها صحيح ولا تقضي ولله الحمد والمنة ولله الحمد والمنة وإن كنت أنا أنصح بأن المرأة لا تستعمل الحبوب لأن في الغالب أن هذه الحبوب تسبب لخبطة في الدورة ويعني تدخل المرأة في أشياء كثيرة وقد تضرها أما إذا كان ما ضرتها ولله الحمد والمسألة الطبيعية وجربت هذا الشيء ما عليه شيء والصومها الصحيح ولله الحمد والمنة أبو نايف من أمريكا يقول أنا إذا أقرأ القرآن من المصحف ما أقدر أقرأ أكثر من خمس صفحات لأن نظري ضعيف لكن لما أقرأ من التلفون يقول لا أستطيع أقرأ جزء باليوم أيهم أفضل الأفضل أن تقرأ من التلفون يا أبا نايف بارك الله فيك اقرأ من الهاتف ما دام أن الهاتف يعينك وأيضا يكون المصحف أمامك من حيث النظر واضح جدا اقرأ من الهاتف بارك الله فيك لكن لا تحرم نفسك من المصحف أحيانا أم عمران من سوريا تقول هذا يجب على الإنسان الذي يستحلم الاغتسال الجواب نعم الجواب نعم يا أختي أم عمران إذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة ورأوا الماء وجب الغسل وجب الغسل أما إذا لم يروا الماء يعني هما في المنام رأوا ما يوجب الغسل فلما استيقظوا استيقظ الرجل وجد بللا ما عنه يغتسل استيقظت المرأة وجدت بللا تغتسل أما إذا احتلموا في الليل مثلا يعني رأوا ما يوجب الغسل ثم استيقظوا ما وجدوا شيء ما عليهم الغسل ولله الحمد والمن عبد الرحمن الناصر من ليبيا يقول رجل عنده فطريات بين أصابع قدمي هل يجوز له المسح على رجلي عند الوضوء أو يغسل بدون تخليل أصابعه علما بأن هذه الفطريات تزداد بالماء كما ثبت طبييا عبد الرحمن بارك الله فيك أنا أنصح الأخ هذا أنه يتوضع وضوء كامل ثم يلبس الجوربين ويبقى يمسح على الجوربين يعني مدة يوم وليلة كما جاء في الحديث الشريف على النبي عليه الصلاة والسلام فيكون قد توضع مرة واحدة وممكن يصلي أربع صلوات خمس صلوات ست صلوات بهذا الوضوء خروجا من يعني الحرج الذي هو فيه أما مسح القدمين لا ما يمسح بارك الله فيك وإنما يغسلان وإنما يغسلان وليس شرطا أن يخلل التخليل بين الأصابع سنة لكن لو رش الماء رش على قدميه لا حرج أهم شيء أن يعمم قدميه بالماء أم محمد من الكويت تقول قبل ثلاثين سنة حجيت والحمد لله بس غطيت وجهي هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء أم محمد حجتم مقبولها إن شاء الله ما عليك شيء يجوز من المرأة المحرمة أن تغطي وجهها بل بعض العلماء يوجب ذلك إذا كان بحضور الأجانب أما إذا كان لوحدها مع محارمها فلا سوسا من الإمارات تقول بأن زوجها توفي من 11 سنة تقول عندي أربع أولاد وبنت والحمد لله أولادي متزوجين ولا هين عني وأنا هنا في الإمارات أعيش مع أولادي بس هم لا هين عني من أربع سنوات تزوج زواج عرفي بدون ما أخبر أحد تقول ما حكم ذلك الزواج كان عند شخص ملك لنا وثنين شهود وقالوا لنا ثبتوا هذا في المحكمة أريد أن أعرف هل أنا غلطت في مثل هذا الزواج سوسا بارك الله فيك بالنسبة للزواج العرفي على نوعين الزواج صحيح وزواج باطل من حيث أصل العقد من حيث أصل العقد وإلا أنا دائما أنبع على أنه ما ينبغي بل أقول لا يجوز للمرأة أن تتزوج زواجا عرفيا حتى ولو كان شرعيا يعني ما معنى الشرعي أن تتوفر فيه أركان النكاح ومن جملتها الولي هل أنت وليك رضي بهذا النكاح من هو وليك أبوكي طيب الأب مش موجود جدك مثلا الجد مش موجود أولادك مش موجودين أو رافضين إخوانك شقة ثم لأب مثلا ثم عمك لابد موجود ولي إذا والله تقولين ما عندي ولي أو ولي بعيد أو أنا أعتقد وأجزم بأن الأولاد لن يقبلوا القاضي تولين القاضي النوع الثاني من الزواج أنا نتكلم على الزواج من حيث الأصل الشرعي يعني يجوز أما من حيث القانون للقانون الحق أن يحاسبك على هذا لهم الحق لأن القوانين تمنع الآن الزواج خارج المحكمة لكن كجانب ما نستطع أن نقول حرام أو أنه والله وقعت في زناء لا يكون صحيح إذا توفرت الشروط الزوجان الخاليان من الموانع رضاهما الولي الشهود أيضا أنت الآن متوفر عندك النوع الثاني الباطل وإذا لم يكن هناك ولي لأن النسلم قال لا نكاح إلا بولي قال عليه الصلاة والسلام أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليه فنكاحه باطل 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 فتقول الله والله القاضي خلاص أو المسؤول في المحكمة هو الذي قال أنا أكون وليك يكون نكاح صحيح ولله الحمد والمن جنى من الشارقة تقول إذا واحد صلى جنى عمره 11 سنة ما شاء الله اللهم احفظها يا رب تقول إذا واحد صلى وبعد ما في الركعة الثانية نسي وقام نسي التشهد وقام للركعة الثالثة ورجع جلس وتشهد هل فعل الصحيح جنى بارك الله فيك وحفظك الله لوالديك ولأهلك وزادك الله وثبتك الله بنتي الله يحفظك لا فعل خطأ هنا أي إنسان نسي التشهد الأول ثم قام إلى الركعة الثالثة وتذكر ما يرجع لماذا لأن القيام هذا ركن والتشهد الأول سنة في قول الجمهور واجب في قول بعضهم فما يرجع من الركن إلى الواجب أو إلى السنة لأن الركن أقوى فعموما هذه مسألة تخفى على كثير من الناس لكن مستقبلا إذا حصلت ما ترجعين وإنما تجبرين هذا بسجدتين السهو سجدتين للسهو قبل السلام بارك الله فيك أم عبد الله من الأردن بارك الله فيها تقول كنت وضع مبلغ من المال بمشروع مدرسة واسترجع المبلغ تقول المشروع ما تم هل على المبلغ زكاة؟ أختم عبد الله إذا كان المبلغ فعلا أنت أدخلتي في هذا المشروع ثم المشروع ما تم ورجع لك ما عليك في زكاة تستقبلي في حول جديد أما إذا أنت لا المبلغ حاجزت أنت وعلى أساس تبدون في المشروع مثل ما ذكرتي ما تم وهو موجود وحال عليه الحول نعم يجب عليك فيه الزكاة بارك الله فيك ماريا من ليبيا تقول أنا الحمد لله أصلي لي سبع سنوات وأقوم الليل وعمري ثمانطعة سنة تقول يعني في رمضان يعني بدأت أصلي تقول أصلي وكذا ثم تقول بدأ يعني في شيء في نفسي حاج يقول لي لا تصلي وأنا تقول أريد الصلاة وشيء من هذا القبيل يا ماريا بارك الله فيك وثبتك الله واضح بأنك أزعجت إبليس وأزعجت الشيطان بهذه الصلاة وبهذا التألوه والعبادة وقيام الليل طبيعي أن الشيطان يوسوس لك ويقول لك لا تصلي واترك الصلاة ولماذا تصلي طبيعي يا بنت يا الله يحفظك ويبارك فيك ولذلك اثبتي على هذا الطريق فاستمسك بالذي أوحيه إليك قل الله عز وجل أمر نبيا بالاستقامة وبالاستمساك ولذلك اختل فاضلة أو بنتي بارك الله فيك احرصي واتبتي ولا تلتفتي لمثل هذه الأشياء وإذا كنت أنت في الصلاة وجاءك هذا الصوت أو هذا الوسواس أو هذا الطائف قولي هكذا اتفلي ثلاث مرات على يسارك وقولي أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجل وامضي وطلب العلم الشرعي وأكثر من حفظ القرآن وأكثر من القراءة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبإذن الله سيسلمك الله من هذا الطائف من الشيطان وهذا الوسواس الذي يحاول أن يبعدك عن دين الله وعن الصلاة طبعا الأسئلة كثيرة والوقت انتهى لكن إن شاء الله بإذن الله نكمل في الأسبوع القادم وأكد على أخواني أولا لابد من ذكر الإسم أو الكنية كذلك اختصار السؤال سؤال واحد فقط سؤال واحد فقط أشكركم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون